أهلا بكم من جديد يظل سد النهضة يعني هاجس قلق توتر يمكن المعلومات كتيرة جدا لدرجة انه في حالة ضبابية من المعرفة يعني فيه طول وقت فرق ما بين المعلومات والمعرفة المعلومات كتير لكن اللي نعرفه بشكل أساسي ونقدر نقول انه حقيقي وواقعي عن سد النهضة قليل شو مهندس يعني الملف ده انا عارف انه حركة مهتمة دي يعني على مستوين المستوى الفني ده بنى في النهاية وعلى المستوى الوطني كم وطن مصري لانه فيه خطر وراء هذا السد تقليم حضرتك للمسألة كلها ايه المسألة صعبة جدا احنا برضو اخطأنا في فترة مكان مرسي رئيسا للجمهورية وتعاملنا مع هذا الموضوع بطريقة مهزلية مهزلية وهم في نفس الوقت كانوا ما بيحبوا ناش وانا ابا اقول ان انا زلت هذه البلد اثيوبيا قبل ثورة 25 يناير 2011 بسنة وشوية سنة وشهر ببعثة رأسها رئيس الوزراء في هذا الوقت احمد نظيف وانا كنت رئيس مجموعة الجادة الاعمال التي طلعت واتقال لنا تمهيد قبل ما تسافروا خدوا بالكم بيكرهون عما خدوا بالكم ما تتضيقوش من اي حاجة باقول لكم من دلوقتي انا كرئيس وزراء مصر لما حاجي اثيوبيا مش هحدش هيجيلي المطار لازم نفهم احنا رأيين نحاول نصدع ده احمد نظيف الالك ايوة اه انا رئيس وزراء هنزل المطار والسيوب وعنش هستقبلني اه ما قاتبها لك هو جماعة هدوا اعصابكم جدا احنا رأيين نحاول نرم الشروخ الكثيرة بس ما الحقيناش وقامل ثورة 25 اناير والشرخ وسع وشع فمما لا شك فيه ده الشعور الداخلي الشعور اللي مش داخلي مصر فيها قبل الزيادة الشديدة اللي جات في وقت الرئيس السيسي اخيرا مع شركة الالمانية اللي عملت لنا 13 او 14 الف ميجا وات كانت مصر قبلها وعندها 28 الف اه اما رحنا اثيوبيا كان اثيوبيا عندها الف 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 حقاك لازم نعرفها مصر تعدادها شعبها قد اثيوبيا مساحتها قد اثيوبيا وكان عندها 28 الف ميجا وات احنا كان عندنا 28 الف مصر هم عندهم الف هم عندهم الف اه وكانوا بحقاك لزودهم نفس المساحة واحدة وعدد سكان واحد ايوة تمام اذا قدم شعبهم اما يقولوا بعمل كهرباء بعمل كهرباء بعمل كهرباء لا شك ان الشعب هيسقف بشكل غير طبيعي خصوصا الخزان ده والبتاع ده هو هطلع ما عرفش كام لكن حدة الاف طبعا من الموقت ما كنا عندهم للنهاردة طلعوا برضو الفين تلات تلاف من حدة تانية مم معي حضرتك فهم لازم نعرف ان الشعور الداخلي من غير ما يأوموه هو قائم جدا حبا في هذا المشروع اللي هجيب لهم كهرباء مم يعني لازم نفهم الراجل بيعمل موضوع والشعب كله وقت وراه مم طيب ايه الوضع النهاردة انا رأي الوضع النهاردة سيء للغاية بمعنى انهم بيبنوا فيه واحنا حاولنا نامل موصين تقريبا تقريبا لـ 80% من انشاءته معرفش معرفش اقل شوية اقل شوية اه وبعدين مش سأليه في اي حد جنبوا السودان بقت معاهم سياسيا وفنيا هم همائيا همائيا اه كويس اه بدعوة كما يقال هنديكم كاربة الخيصة هنديكم معرفش ايه بلد السودان تقول لنا ده احنا فيه 18.5 بليار مثل مكعب للسودان خدتوهم انتو انتو بتخذوا منهم تعالوا لنتحسب عليهم اه اه انتو بتقولوا 55 مش كفاية عليكم لا بتعب ريم الغندور اه وهكذا ريم الغندور يعني كلام يعني لا يطمئن مم مع الثقة الكبيرة في السياسيين المصريين والقيادة المصرية هيعملوا ايه انا مش عارف الله يكون فعونهم مم في هذه الاسناء لان بعد ما بدأت علاقتنا ب محطة نموية وبالروس فبدأت تحدث علاقة جديدة ودي اول مرة اول هذا الكلام حنش عارفوا بمف مصر مهم بين الشركة الروسية التي صممت السد العالي اه وبين مكتبي هذه الشركة جت وطلبت مني ان نتقدم مع بعض بجواب لاحدة الوزارات تقول لها انا عملت هذا المسد عد عليه خمسين سنة انا عرف جميع تفاصيله اه انا مستعدة ان انا اجي النهاردة اشوف ايه ممكن انصح بي مليش دعوة انتوا هتوصلوا مع التانين لايه ايه ممكن انصح بي في الظروف التي قد تكون هباب في المستقبل الجواب ده قدمة للدولة في اخر يومين ثلاثة اخرى يعني يومين ثلاثة اقول اه علاقتي بالشركة دي كاتت منين من بداية علاقتي بالشركات الروسية بتاعة الضبع فهم تاني اعرفوا عليك تصالوا بي اعرفوا انا مين قالوا تعالى نحاول نقدم معلومة نقدم حلول فنية احنا من خمسين سنة بننا السيد العلي اه و احنا هو احنا جايين نقول لكم دلوقتي شوف نقدر نعمل ايه نقدر ننصح بايه جي رد على الجواب ده او لسه لا لا قدم يومين ثلاثة اه اه لسه ما يعني ايه هو كما احنا اوصر وضوحا في بعض الوزراء المصريين مفروض ان كانوا يسافروا اتحادث روسيا قريبا فهذا جواب قدموه مخصوص قبل ان يسافروا المصريين الى هناك عشان من المحتمل يكونوا خدوا قرار الجانب المصري يتناقش هناك اه والله الناس دي اجلوهم الشكر يعني بص انا انا عرفتهم مش من زمان قدر اقول ان هم مخلصين جدا مخلصين جدا بس مهماش بسهولة الحركة زي المانيا بس في حال مش مهندس احساس كده انه الحكومة او المسئولين اللي موجودين في الحكومة عندنا في الادارة المصرية لما بيجي لهم الحل من براهم ما بيهتموش بي يعني ايه ما يتجاوبش والله يفترق يفترق وزير عن وزير او وزيرة عن وزيرة تمام حلو وزيرة عن وزيرة جد 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 جد